السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زبدة الدهن من الفول السوداني و الكوكاو 400 جرام كوكاو أخذت قشرة لجلده لا يوجد القشرة إذا أخذتوا كوكاو يمكنكم إما تسلقوه إما دخلوه بالقشرة والفران حتى يتحمر ومن بعد تحيده دخلوه بالقشرة هذا هو اللون الذي أخذ الكوكاو ومن بعد تحمر أنا أخذته في الفران لا أخذته في المقلة من الأحسن لا تسلقوه بالقشرة من الأحسن لا تسلقوه في الماء حيث يقع الزيت ومن بعد تطحنه لا يوجد نتيجة له فلأخذته بالقشرة فقط دخلو الفران حتى يتحمر ومن بعد تجلبه من بعد تجلبه يبرد قليلا ومن بعد تحمر يبقى من الزيت لان نطحنه في الماكينة قبضة الملح قليلا ونضغط قليلا زيت الكوكاو ونضغط قليلا أعطيتكم هذه المقاطر ولكن لا يوجد كمية الزيت لدرس على حسب قوام الزبدة على حسب قوام الزبدة يجب أن يكسافي فقط تحن كوكا سوف نتحن بفضل الامر سوف نحن الامر منذ بلدد من الجواني نحن نضح المعالقة من الامر من الامر ونضع المطر لن تحرك المطر لذا كان يقوم بسكت كم المطر لنكمل مطر كوكا وره بطبيعة الحال كنا نعرف كوكا وره مليك يكون دافي وكنتح نهره بوحده كي ولي بحل كريمة شوفوا معين هنا رابدك يتعلق غير بوحده لي بغي يحتفظ بيهاك يقدر يحتفظ بيهاك أنا من اللي يضفتلي العسل في الصراحة العسل كي يخليه يقصاح كي يجيب حل لكي ينشف شوية غير قيت تطحن كي يتعلق بزيف فلي ما بغاش يدير العسل ما يديروش ولي دارو وصاب وقصاح لي شوية فما يتخافيش أضيف لي فقط القليل من الزيت كي ما قد لكم الزيت ديال كوكا وفا وكيتباع إذا خفتي منه الزيت زيت زيتون اخر هو كي يجي شوية المضاقين المجهد هنا أضفت القليل من العسل كي يبقى ختياري كي ما قد لكم تقدروا تعودوه بالسكر سقيل سكر غلاسي تعطي نفس النتيجة كما تشوفه سيبدأ تجمع لي من الضفت لها العسل لا يبقى القوام دياله كي ما شتو قبيلا سوف ينشف شوية تتعلق مزيين فأنا هذه الكمية التي شتو قبيلا بها الكوكا ونقسمها على جوش وعطتني هذه الكمية كاملة كما تشوفه قوام دياله وزوين وكما كنا عرفو حنا هاد الزبدة الفولر السوداني هنا في قروب برها غالية شوية ولدتي كي في الصباح بزاف يعني كي عشقوها في الفطور فيعني قلت عليش اللي ما نديرهاش وحاجة لادرنا في الدار كنا عرفو اشنو فيها بدون مواد حافظة وصحية في الصراحة حتى ما زيت العود لازتو في زيت العود فاش كتجي زيت الزيتون فهي كتجي لادية بزاف سيف وكتجي زيت الفطور لالكبار ووالصغار كما كتشوفه كتجي سهلة في الدهن ماشي بحالي كتباع في المحلات كتجير طبا وكتبقى يعني هاد القوام دياله رحكي بقى تابيت وخط بقى عندكم مدة طويلة وكان هاد هو الفيديو دياليوم كما اشتو خفيف ضريف ومفيد نتمنعنا يكون نال اعجاب ديالكم فلا اعجبكم فيديو باك العادة لا تنسوش البارتاج واللايك والتعليق وكما نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظي والسلام عليكم